مرحبا أصدقائي بهذا الفيديو سنكمل Part 2 أو الجزء الثاني من Topic 4 تخت عنوان E-Commerce Security and Payment Systems في المرة الماضية في Part 1 تناولنا عدة محاور والاستيل اللي احنا مكملين بنفس التوبيك طيب الآن دحقي على اللي هو Securing Channels of Communication أنا بهمني في موضوع اللي هو Security Channel of Communication زي ما أشرت إليها في Part 1 اللي هو نعرف هاي الاقتصارات المهمة جدا بالنسبة للSSL والTLS طبعا اللي هي Secure Secrets Layer and Transport Layer Security so establish a secure negotiated client server session طيب انت لأنه في عندك هنا زي client على سبيل المثال راح نشوفها بالسليدات القادمة وفي عندك مثلا اللي هو الميرشانت ممكن يكون عنده وانلاين ستور وحصير في بناتهم نوع من الترانزاكشن شراء product أو service أو whatever فبالتالي أنا بهمني إن أستخدم Secure Secrets Layer حتى أضمن إنه يكون في نوع من السيكورتي للترانزاكشن بين الطرفين الكلين والمرشانت الآن نحنا بنحكي عن الVirtual Private Network اللي هو بنختصره بالVPN اللي هو بحكي لك Allow Remote's user to secure access internal networks via the Internet إنك إنت هنا بتسمح للمستخدمين إنهم يوصلوا للشبكات الداخلية بطريقة آمنة طيب طبعا هي second generation للWi-Fi Protected Access Wireless Security Protocol هي الجيل الثاني من الWi-Fi Protected Access اللي هو الحماية ونحكي الوصول المحمي من خلال الWi-Fi Protected Protocol طيب نحكي الآن بالنسبة لل Protecting Network لحماية الشبكات بدنا نحكي للFirewall على الFirewall خلينا نحكي أبسط مثال موجود عنا في الأوبراتيك سيستم الخاص في الWindows هل الفنكشنز تبقيته إنه بتركز على منترين هو يعني زي إنه الFirewall هو براقب الشبكة وبراقب تحديدا الIncoming والOutgoing للNetwork Traffic أن ندسايد هلن بعمل زي Decision بناء على الأكشن هل يمكن يعمل Allow or Block for Specific Traffic لكن قراروا هون مشان يعمل Allow أو Block مثلا لأكشن معين أو لترافك معين رح يعتمد على Security Rules اللي هو إيش معرفة فيه هلأ هو بالنسبة للFirewall هو Hardware or Software that use Security Policy يعني فيه سياسة معينة فيه Rules معينة لأنه الأكشن هو اللي يتخذه مثلا يسمح لك إنك تعمل Download مثلا لبرنامج معين أو يكون عندك Access لWebSite معين أو تعمل Download لفايل معين مرات ممكن يعمل Block على الفايل ما يسمح لك إنك تعمل download لهذا الفايل ممكن ليفكر إنه هذا الفايل أو فيه نوع من Malicious Activities إنه ممكن يكون Harmful ممكن يكون مؤذي فبالتالي ممكن يعمل Block الآن فكرة إنه البلوك هون عملها ما عملها بشكل عشوائي فهو هو بعتمد على Security Rules أو خلنا نحكي Security Policy فبالتالي هو بعمل Screening لالIncoming داتا اللي الداخل على الدفايس فبالتالي هون بزيد من Protection للنتوار طيب نحكي عن Proxy Server هلا Proxy Server عبارة عن Gateway عبارة عن بوابة تمام أو حلقة وصل بين Users والإنترنت هلا فكرته أو ليش موجود هو Proxy إنه بعمل It helps prevent Cyber attackers from entering a private network وكي والIds أنا أريدي حكيت عنها لIntrusion Detection System والIntrusion Prevention System شرحتهم بالتفصيل في Part 1 أو الجزء الأول من Topic 4 ممكن ترجعوا للفيديو بخصوص هدوان الجزئيتين طيب ركزوا معي الآن بالدياجرام الموجود أمامنا هون إحنا حكينا عن Firewall أردي شرحته لكن أنا حكيت إستنوا عليه شوي أريد أحكي لك عن Proxy على Proxy حكينا عبارة عن Gateway بوابة بين الـ والإنترنت تمنع الـ منترنت من إنترنت نتوارك هلأ هاي عندي هون إنترنت نتوارك هاي عندي هون الـ برايبت نتوارك هاي الـ برايبت هاي الـ بروكسي سيربر وهاي شبكة الإنترنت الخارجية هلأ لو صار في عندك سايبر أتاك ما رح يكون عنده المقدرة أنه يوصل للإنترنت لأن في عندك زي بروكسي سيربر هي البوابة اللي بتربطك بخلينا نحكي الشبكة الخارجية شبكة الإنترنت فالأكسيسيبليتي للشبكة الخارجية من خلال البروكسي سيربر فبالتالي هون بتعمل بريفينت للسايبر زي حاجز أو بتعمل منع للسايبر أتاكرز أنهم يوصلوا للشبكة الداخلية أو الإنترنت التور طيب الآن نحكي على بريفينت سيربر ونحكي على بريفينت سيكوريتي انهاسمت مثلا أنت مرة تشوف الأبغريد أو الباتش صح طيب الأبغريد عادي أنك أنت بتعمل الأبغريد للأبغريد للأبغريد سيستم مثلا من خلنا نحكي مثلا من من ويندوز 10 ل ويندوز 11 طيب الباتش أنه هنا بتحكي لك أنه fix errors أو bugs أنت أي سيستم بتشغله عندك بعد فترة معينة أو أي software بصير فيه نوع من bugs أو errors فبالتالي دائما للشركات بتعمل patches to fix these errors or bugs طيب الـ antivirus software اللي انت مثلا خلنا بتنزده على device تبعك أو على laptop أو computer whatever أسهل طريقة وأقل تكلفة يعني هي أرخص طريقة مش غالية to prevent threats أو system integrity يعني هون بحافظ على سلامة systems من الفيروس فبالتالي أنت هون عندك كي يزار في عندك responsibility إنك تعمل update so it's your responsibility to make update لل antivirus software أوكي السبب إنه السوفتوير مشان يتعرف على الفيروس ات بدك تعمل له update بإمكانك ممكن ينزل فيروس جديد ما يتعرف عليه التعرف عليك فبالتالي هون صارت عندك مشكلة مع أن ال update موجود بس أنت ما عملت update لهذا الصفتوير فبالتالي المسؤولية رح تكون ملقاة على عاتق اليوزر إنه يعمل update لل الصفتوير مشان أن أن تعمل update الفيروس هذا رح يتعرف عليه من خلال الdatabase الخاصة بالصفتوير الantivirus يعني أي antivirus في عنده database الdatabase التخطيب على جميع أنواع أو أسماء الفيروسات بالإستنشن تبعها فonce أنك تعمل update بصير في عندك ركورد جديد لفيروس جديد نزل recently أو مؤخر فبالتالي إنت هون رح يكون الديفايس تبعك أو سيستم تبعك مور القوانين خلينا نحكي أنه بحكي لك أنه 71 بليون في إنفاق من قبل الشركات على موضوع السيكورتي من ناحية الهاردوير السيرفس ومن ناحية السوفتوير لحماية الأنظمة لحماية السيستم لحماية الداة فبالتالي الmanaging risk زي ما حكينا في بداية جزء الأول في عندك ثلاث عناصر مهمة اللي هي التكنولوجي رقم واحد والmanagement policy اللي هي سياسة الشركة تمام والpublic laws اللي هي قوانين الدولة ثلاثة مع بعض زي package طيب الآن بالنسبة للsecurity plan في عندك اللي هي الmanagement policies رح تحتوي على risk assessment رح تحتوي على security policy رح تحتوي على implementation plan اللي هي خطة التنفيذ فيها access control وفيها authentication اللي هي المصادقة تمام زي مثلا password biometrics and security audits طيب السيكوريتي plan رح أشرحها بطريقة أوضح من خلال الدياقرام الموجود أماننا هلا بالخطوة رقم واحد أنا بدي أعمل perform للrisk assessment أوكي تقييم المخاطر once أنا عملت perform للrisk assessment رح أنتقل لstep 2 اللي هي رح أعمل develop للsecurity policy تمام بعدك بنتقل للخطوة رقم ثلاث اللي هي بدي أعمل develop للimplementation plan هلا الimplementation plan زي ما حكيت لكم أنه أنت من خلال ممكن تخدد الـ access control وتركز على موضوع الـ authentication هلا الـ access control بدك تعمل تحكم بموضوع الـ accessibility للsystem تمام فبالتالي هنا الـ accessibility مربوطة بالsecurity policy ومربوطة بالـ authority اللي رح تعطيها للـ users بناء على responsibility بناء على المسؤوليات أوكي والنقطة الثانية اللي هي موضوع authentication بدي أركز على موضوع الـ password موضوع الـ biometric موضوع الـ OTP اللي هو one time password فبالتالي صار في عندك create a security organization أو منظمة أمنية محمية وبدك تعمل auditing على security policy تمام يعني بدك تعمل تطقيق على security policy بعد فترة معينة ممكن بعد سنة تشوف صلاحية security policy اللي انت حاطها في الوقت الحالي بتتناسب مع الـ variables في الوقت الحالي مع المعطيات مع المخاطر الخارجية مع موضوع الكراكرز أو موضوع الـ hacking على السيستم كل يات هاي الأمور بدك تراجحها بشكل دوري فبالتالي بدك تعمل auditing على security policy طيب هلأ من نحكي على موضوع e-commerce payment system هلأ نحكي مثلا فيه انه هن بعض الأحصائيات approximately بحكي 46% للـ online payment بالـ 2014 هي للـ credit card و 32% للـ online payment مربوطة بالـ debt card أوكي كأحصائيات من الـ United States هلأ فيه عندك limitation بالنسبة للـ online credit card payment مثلا زي موضوع security زي موضوع المرشن رسك زي موضوع الكوست طيب هلأ الدياقرام هذا الموجود أمامي مهم جدا ليش لأنه هنا بشرح لك how online a credit transaction works كيف راح تفشتغل معي هلأ بداية credit transaction start with consumer making purchases ممكن يشتري purchase items معينة product service whatever هيا راح داب الخطو رقم واحد هلأ زي ما حكيت لكم في بداية المحاضرة في هذا الفيديو بدأنا في موضوع الهي a secure connection between two parties between consumer and merchant store أو online store تمام فبالتالي الان راح انتقل لخطوة رقم اثنين اللي هي once انت تدك تعمل عملية عملية شراء فور اكزامبل اوكي فرح تكون من خلال هي secret circuit slayer provide secret connection through internet to merchant server تمام هل الميرشن server هم مثلا في عنده online store طيب راح دخل credit card الخاصة فيك اسمك الرقم كل هاي الامور الادرس اسمك كل الامور هاي كل هاي بعدك انا بدأ انتقل للخطوة رقم 3 تمام اللي هي راح تكون في عندك on secure line هو merchant software راح تكون مربوط بشيء اسمه clearing house مهم جدا انتعرف هذا المصطف clearing house ولا شو بيشتغل ولا شو بهدف او شو سبب وجوده هلا clearing house بحكي لك validate and finalize transaction انه بتحقق وبتمم العملية او المعاملة بين الطرفين اللي هم الbuyers والsellers صح ليش لن في عندك هنا contraction obligations في عندك التزامات تعاقدية بين الطرفين يعني بدك تشتري مثلا keyboard online بتحط information الخاصة بالكار تبيتك اسمك عنوانك whatever تمام هلا في عندك هنا فيه ثواني معينة فيه بده يتحقق مثلا من الرقم الكارد رقم البطاقة مثلا الاكاونت تبعك اوكي هنا بده اعمل verify للاكاونت يتحقق من الاكاونت البالانس مثلا انه هل في عندك رصيد كافي ولا لا هلا انا اتحقق من الاكاونت وانه فيه بالانس من خلال انا اروح على حساب مين على حساب البنك الخاص بالكونسيومة فبالتالي اذا جاني معناته انا هون رح يعمل ايش رح اتم الصفقة او عملية الشراء رح حصير فيه اند كاتن للاكاونت من حساب الكونسيومر بروح على الميرشانت بانك ورح يجي على شكل مثلا او انت بدك تشتري شغلة يختطع مثلا من حسابك بشكل شهري مثلا 100 دينار او اشتريت شغلة معينة مثلا ب50 دينار مباشرة رح يجيك لالكونسيومر او من حسابك البنكي بكي تم اختطاع مبلغ 50 دينار من حسابك لإتمام عملية شراء منتج معين فبالتالي هاي العملية مكونة من 6 steps او من 6 خطوات تمام تبدأ بالكونسيومر وبتنتهي بالكونسيومر او باليوزر او بالكاستومر او 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 خلينا مثلا زي الالاين ستور ستور اللي بحكي لك بايست بايستور بانك بايستور مثلا زي سيستم البيبال وكل مربوط احسابك البنكي which is more secure methods to use it online طريقة ممتازة جدا انك ستستخدمها online هلا في عندي other alternatives في عندي مدائل اخرى مش فقط بايبال في عندك amazon payment في عندك google wallet في عندك bilmulator وإلى آخره من المنصات المختلفة طيب خلينا نحكي المو بالبيمن system انو بحكي لك هي برضو من الطرق اللي هي بتم استخدامها مؤخرا نتيجة اكيد استخدام الموبيل فونز او الموبايل اتخلينا نحكي كدفايس ممكن استخدمه مش فقط للكول او واتبار لان ممكن استخدمه هذا كطريقة للدفع تمام من خلال مثلا زي الابل باي التلفونات الابل زي بايبال بايباس جوجل وليت and so on هاي التكنولوجي او هاي الطريقة اللي انا بستخدمها من خلال موبايل بايمن سيستم اوكي هاي الطريقة في شيء اسمه مهم جدا هذا المصطلح ما اعرفها اللي هي NFC اللي هي Near Field Communication Near Field Communication اوكي هلا انت مثلا بدك تشتري بحضك معين وروح على محل تجاري معين بدك تشتري مثلا المنتجات معينة ممكن من خلال تليفونك او من خلال الكارد نفسها ما بدك تدفع كاشو بدك تدفع اونلاين اوكي فبالتالي ممكن تجيب البطاقة على الديفايس على نقطة البيع او تليفونك كأبل مثلا بتحط بتحط التليفون على الجهاز اوكي فبالتالي انا هون شو باجي بستخدم وبتم عمل تدفع بستخدم Near Field Communication short range تبحها اقل من 4 سانتي wireless for sharing data between devices ممكن يكون مثلا devices بين نقطة البيع اللي انت بك تدفع فيها اوكي وجهازك الموبايل for example او البطاقة اللي انت بتمتلك واضح Near Field Communication NFC short range تبحها less than 40 سنتيمتر wireless for sharing data between devices طيب هلا بنا نيجي على مصطلحين مهمين جدا اللي هم نحكي فيهم Digital Cache وال Virtual Currencies في فرق بين هلا Digital Cache خلينا نحكي Based on Algorithm that generates unique token that can be used in real war يعني زي Bitcoin زي Ethereum هاي من خلال Algorithm معين بتعمل generate بتولد عندي رموز مميزة هاي الرموز المميزة بتعطيني على شكل coins اللي هي مثلا زي Bitcoins او Ethereum اللي هي Digital Currencies وممكن تستخدمها بالreal war تشتري فيها سيارة بيت واتبا لكن virtual currencies هي circulate within internal virtual world circulate within internal virtual world فبالتالي مثلا زي Facebook credits انت هون بصير عندك تستخدمها مثلا لعملية purchase items اوكي داخل الفيسبوك platforms داخل الفيسبوك platforms يعني انا بستخدمها هنا بال virtual world تمام بال virtual world لكن بال digital cash انا هنا باجي بستخدمها بال real world فبالتالي انا بعرف ال difference between digital cash and virtual currencies اوكي طيب هلا الان بدي احكري اوكي فالان صار ان الفرق واضح بين digital cash وال virtual currencies اوكي طيب هني اجي نحكي عن last slide في هذا الفيديو تحديدا في topic 4 يعني وصلنا الى النهاية هلا بهمني برضو تعرف انه هو اختصار ebpp اوكي هو electronic billing presentment and payment اوكي اللي هي عرض الفواتير الالكترونية والدفع الالكتروني الالكتروني بلنك presentment and payment طبعا كالعاددة من مخضين الحرف الاول من كل كم من ebpp اوكي هي عبارة online payment system for monthly bills هنو مرتبطة بالبالز بلز يعني الفواتير هلا هذا الموديل اوكي فيه له two two types في عندك اللي هو pillar sorry pillar direct وفي عندك اللي هو consolidator اوكي طيب هلا pillar direct شو اللي بختلف عن consolidator انو pillar direct هون pay bills directly via company website انا من خلال company website بروح على شركة معينة بروح بدفع فاتورة معينة بدفع فاتورة كهرباء فاتورة internet whatever الى اخر اوكي لكن خلنحكي في الوقت الحالي اوكي انت بتفوت على one portal او one application او one website اوكي وبتدفع كل فواتيرك يعني بتفوت مثلا خلنحكي بمثال واقي من ناحية انا بحكي الان هنا مشانا تركزوا على مثلا حساب البنكي بفوت عليه وبعمل تك 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 بالنسبة لفوتير الانترنت تليفون ضريبة مخالفة whatever from one portal from one application only اوكي تمام طبعا both models are supported by ebpp infrastructure provider احنا يمكن وصلنا الى نهاية الفيديو ووصلنا الى نهاية المحاضرة المتعلقة ب topic 4 اتمنى اني اكون شرحتها باسلوب بسيط لو اعجبكم الفيديو ياريت نعمل لايك وندعم القناة بالضغط على زر subscribe have a nice day سلام